مرحبا بالناس الزينين اللي في ربي متحابين وعلبلا صابرين بمجرد إداع نبأ وفاة الشيخ عطلة إثر حادث مرور عشية الأربعاء تهاتلت المنشورات والتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعية فالصدمة كانت عنيفة والرحيل كان مفاجئا للجمهور الجزائري الذي لطالما تابعه احتضنه وأحبه أين محط الخبر انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر والفيسبوك أين تهاتلت الترحمات مرفوقة بصور فقيد الإعلاميون والبرلمانيون وحتى مواطنون عاديون لم يفوتوا فرصة الكتابة عن قامة فنية أحبها الصغير والكبير حافظ دراجي كتب خبر صادم تعازين الخالصة في وفاة الفنان أحمد بن بوزيد المعروف بالشيخ عطلة كان يحلم أن تكون الجزائر متطورة كألمانيا كما كان يقول دائما لكنه رحل وتركها في تراجع الرهيب بسبب من نسوا أن الموت حق من جانبه كتب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري رحم الله الشيخ عطلة وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون أستاذ جمعي لخص مسيرة الشيخ عطلة وكتب تعزية ومواساة فقال الناس الطيبون يرحلون باكرة يكملون مهمتهم على عجل ثم يودعون وهكذا الحال مع الفنان الشيخ عطلة الذي خطفه الموت اليوم في حادث مرور أليم بعدما ظل لسنوات يزرع الابتسامة في زمن البؤس فحمل على عاتقه مهمة بعث ثقافة بدوية أصيلة كادت أن تختفي تحت ضربة التقليد الأعمال الموضة الغربية الزاحفة نسأل الله أن يغفر له ويعفو عنه ويتقبله في الصالحين ويرزق أهله الصبر والسلوان الطابع المرح لم يغب عن تعليقات مواسين حتى من المواطنين الذين التقوا به صدفة قبل وفاته في الشارع فأحد المعلقين قال الشيخ عطلة حكمني في وارغلا وبالضبط في السوق الحجر حشمني وقال لندير معك سيلفي ما بغيتش نخلي هالو في قلبه ودرت على خاطره إنسان طيب ومارح شكرا عطلة وصيته كانت أعلن الحرب على المايك منتيش شعبية الرجل وخفة دمه باتت ذكرى على لسان كل من عرفوه حيث أعاد رواد الفيسبوك برامج خيمة عطلة الذي بث خلال شهر رمضان بقناة الشروق تي في والتي كانت آخر محطاته إن لله وإنا إليه راجعون